بعد سنوات من وساطة أمريكية انطلقت في مقر قوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والكيان الصهيوني والتي سرعتها رغبة باحتواء الرقعة المتنازع عليها بما تحويه من نفط أو غاز وأعلنت كل من بيروت وتل أبيب بداية الشهر الحالي التوصل إلى تفاهم حول بدء مفاوضات برعاية الأمم المتحدة في مقرها بمدينة الناقورة الحدودية في خطوة وصفتها واشنطن بالتاريخية وذلك بعد أسابيع من إعلان الإمارات والبحرين اتفاقي تطبيع مع الكيان الصهيوني برعاية أمريكية أيضا ويؤكد مراقبون أن ضغط الأمريكيين قبل الانتخابات الرئاسية يهدف إلى الإعلان عن إنجاز جديد في السياسة الخارجية حيث تريد إدارة ترامب أن تظهر أن هناك مسار للسلام في المنطقة عبر الترويج للمفاوضات بالطريقة ذاتها التي جرت مع اتفاقي التطبيع حيث قادت واشنطن على مدى سنوات وساطة بين الجانبين تكثفت مع توقيع لبنان عام 2018 أول عقد للتنقيب عند الغاز والنفط في رقعتين بمياهه الإقليمية إحداها تقع في الجزء المتنازع عليه مع الكيان المحتل الذي يحاول استغلال الأزمات العميقة التي يمر بها لبنان لتحصيل أكبر مكاسب ممكنة وبينما يبدو اللبنانيون غير آبهين بالمفاوضات ونتيجتها بسبب حجم الأزمات المعيشية الناجمة عن الانهيار الاقتصادي والفساد السياسي تطرح المفاوضات الجديدة تساؤلات حول وضع ميليشيا حزب الله التي تفرض هيمنتها على المشهد اللبناني عبر سلاحها المزعزع لاستقرار البلاد بذريعة محاولتها استعادة الجزء المحتل من مزارع شبعة وتلال كفرشوبة لتأتي هذه المفاوضات وتضع ميليشيا حزب الله وباقي ميليشيات المحور الإيراني في موقف لا تحسد عليه وتسقط عنها ورقة التوت التي تسميها مقاومة وهي في حقيقتها ورقة لخدمة المشروع الإيراني استكمالا لتعهدات حليف طهران الأبرز بشار الأسد واستعداده للتطبيع مع الكيان الصهيوني بعد أن أشعل هذا المحور المنطقة تحت شعار المقاومة المزيف الذي لم تجني منه الشعوب سوى البؤس والدمار